مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يعني الفئران غاديهو الأنانيب إنما الفضلات دي الفئران كتدي الأنانيب يعني كما كتشوفوا معايا طريقة دي التخزين دي الأكل يعني شحول مواحد كي دير مزال نغيشي صاك بحال هات الشكل كنتم ما أنا كنعلق وحد صاك كندير فيه يعني إما السيكاليم إما الدراء إما إما الحبوب اللي كنعطيها هاد الأنانيب سموك يوقع أن إلا كان عندك شي إحنا كنقول ديك زغايد أو فئران الفئران وخاتكو معلق لهم الساق الفوق كي يوصلوه كيبقوا يأكلوا منو ديك شي اللي يكلاو متلا ما كتشعرش بهم كتشد يعني العلف ديالك كتعطيه الأراني ديالك ولكن ما كتشعر بلي رام خلق معا واحد واحد الفاضلة واحد النوع من الفاضلات ديال يعني ديك لالفئران هي الفئران الفاضلات ديالهم مشي غادي تأدي الأنانيب منباشرة ولكن حني باش عرفنا بلي الأنانيب رهم ممراضينش الفئران رغم ما مرضينش. يعني إذا مشاكت تكنوا يعني سلام هدوك الفئران ممكن ما ميقادوناش الارنيب ديوننا. ولكن كما كيقول واحد المثال. ماشي كل مرة كتسلم الجرع. إلا كانت بنسبة يعني واحد في المياه شي يعني هدوك الفئران يكون مريض. ممكن أن هدوك الفضاء ديالو إلا مشتك لاها كلها الارني ديالك غادي يمرضولك. وما غا تعرفش منهاش. المشكل ان هدوك سموم. سموم غادي يكونوا يعني في الجهاز زيال هادمي ديالهم. كتقول لأنا يا ما عطيتهم شي حاجة اللي غادي تضرهم. ورغم ذلك يموتولي ما عرفتش علاش. إذا ما هو الحل. حنا نشوفو. أولا طريقة التخزين. طريقة التخزين ما تدلوش سيكان بحال هاد الشكل. يعني ساك وتدلو فيه إما يكون محطوط في الأرض إما معلي بهذا الطريقة هادي. راه الفئر غادي يوصلو يوصلو. ما تدلوش مثلا طاصة. بحال هاد الشكل هادا. وتقولوا أنا غادي نحط فيها. وغادي ندير يعني الألانب ديالي غادي نعطيهم بهذا الشكل هادا. العلف ديالهم. أنا غادي نوريكم كيفاش خسكم تخزنو هاد 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 العلف ديال الألانب. إذن تابعوا معي الطريقة. إذن كما كانت شوفوا معايا عندي واحد. واحد البوديزة كبيرة. هنتم ممكن دير فيها جميل أنواع ديال ديال العلف. هنتم ممكن. السيكاليم ها هو إلا لحظة معايا. راني ديرو فين فاد البوديزة. هادي كتسد بإحكام ما يمكنش الفار يوصلها. كين هاد الحجم هادا. وكين هاد الحجم هادا كذلي. هنتم ممكن هاد البوديزة هادي. لحسب الناس على حسب الاستطاعة. المهم هاته هادي ها ندير فيها. دير الميكيال باش نعطيهم. مهم هادي ممكن أكتشعلها لحرارة لبولودة. ممكن أنكم تسدوها بهذا الفينتاج بإحكام. وصافي ما غاديش يبقى يوصلها الفيران. وخايب الفار يبغي يدوز لها ما غاديش يقدر يدخلها لداخل. إذن هادي طريقة سهلة. أرى لنا دبنا نشوفو كيفاش ممكن نحميو الآريني بديو لنا من هاد هاد السموم هاد. مباشرة خاص يكون عندكم آآ مضاد سموم. يكون عندكم في منزل ديركم. شعام وعد غادي قول لي ما غادي نجيبوه أي كما غالي في الثامان كي غادي نديرو. مضاد سموم عندكم في البيت ديركم وراه رخيص رخيص في الثامان. مضاد سموم ممكن أنكم تسعملو جوج دير الحويش. الخل يعني معلقة ديال الخل ديروها لهم في 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 طرق ديال الماء مع نص معلقة ديال بيكاربونات سوديون. هدا راه مضاد سموم يعني مخير وجد جد فعل. يعني لمشي تدرتو هاد الخلطة هادي وعطيتها لهم مثلا. هي كاحتياط. هي كاحتياط. في نفس الوقت بيكاربونات سوديون كي يسهلهم العملية ديال الهضم. في نفس الوقت. الخل كي كي يحميلهم الجهاز الهضمي ديالهم. وكي يوليو آآ يعني كي يكلوا معاكم زيان. يعني آآ هاد هاد الموضوع هدا خسنا نديرو فيه الاحتياطات. وخسنا نديرو فيه العلاج. يعني الاحتياطات هو التخزين. طريقة ديالتخزين ديال العالف. والاحتياطات وهو مضاد السموم اللي هو الخل. آآ دي الخل اللي كي ديال الماء إذا مشيشي خل غالي ولا را كي يدير ربع الدرهم ونس. وحل كمية كبيرة. ثم غديرو غيم عيلقة وحدة. في طرو ديال الماء. مع بيكاربونات آآ الصوديوم تاهم كي ديرو آآ الباكية كدير ربع الدرهم. والصغيرة والباكية كبيرة كدير ستا الدرهم. تا هي را كي عطو معا كمية كبيرة. ممكن أنكم تخز تديرو ديرو ديرو هالطريقة هدي. من آآ خمستاشر يوم خمستاشر يوم كحماية الأرانيب ديالكم. وباش ما تنسوش يعني فوقاش درتوه الدواء وفوقاش ما درتوش. ممكن أنكم تدونو في واحدة مذكيرة ولاوشي وريقة. مثلا راني داويت الأرانيب ديالي فهد النهار. فوقاش خسنين داويهم وتحسبو خمستاشر يوم ديرو لادات جديدة. وتبقاوا تعلقوها مثلا في شي شي مكان يعني في في الكاج شي مكان قريب باش تبقاوا أنتم ديما عندكم ديراية يعني بالأوقات ديال الأوقات ديال تلقيح الأوقات ديال الأدوية أي وقت لادات يعني يعني الكي الصغار منين غادي يكبروه. تحال عندهم ديال الوقت. أي حاجة تكونوا مدونين في واحدة مذكرة. إذن الحلقة ديالنا هي هذه. حاولوا أنكم تأخذوا هذه الفكرة بعين الاعتبار. الناس لي ما زال ما شاركوش معنا. يشاركوا معنا. قنات قديم الدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم. تكيو على زر الجام باش نزيلوا القدام وقنصر لكم فيديو لتفيدكم إن شاء الله. وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. اشتركوا في القناة.